الملخص الأخير لجناب الشيخ الكركوشي جاسم حمزة مطلق من تولد كربلاء حاصل في المجال الأكاديمي على الماجستير وهو حالياً طالب دكتوراه في جامعة المصطفى العالمية وفي المجال الحوزوي هو طالب في البحث الخارج ويحضر درس الخارج لسماحة الشيخ محمد باقر الأيرواني ويحضر درس الخارج في الأصول لسماحة السيد منير الخباز وقام بتدريس المواد الدراسية الحوزوية المختلفة وهو مرشد ديني في قوافل الحج والعمرة ومبلغ ديني وبحثه الموسوم الإمام على لسان الإمام السجاد عليه السلام ودلائل إمامته يتفضل جناب الشيخ في تقديم ملخصاً وهو الملخص الأخير للبحث بعدها سيكون لدينا بعض الوقت فيما بين وقت الصلاة إن شاء الله ونهاية الأبحاث للمراجعة والمناقشة إن شاء الله تفضلوا جناب الشيخ وراعي لنا الوقت توقيت موجود جزاكم الله خير وشكراً جزيلاً فات أن يذكر جناب الدكتور فات شيء في السيفي وهو أنه كوني خادم في حضرة أبو الفضل العباس وهذا أكبر شرف ممكن أن أحصل عليه الله يحفظكم إن شاء الله إضافة إلى أنه فاتكم أيضاً إنه بكر يرياصف الهندسة إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صلي على محمد وآله محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى محبي الحسين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشكر للعتبة العباسية بجميع كوادرها بمتوليها الشرعي وجناب السيد الصافي حفظه الله وبأمينها العام وجميع مسؤوليها والشكر كذلك للجان القائمة على هذا المشروع المبارك والشكر لجناب الدكتور على اعتاحة هذه الفرصة الطيبة هذا المبحث هو في محور الدراسات العقائدية وإن كان في العقائد لكن لا بد من المرور في البداية على شخصية الإمام عليه السلام فكان من مقدمة ومبحثين وخاتمة ونتائج ففي المبحث الأول من هو الإمام السجاد عليه السلام فمن مطلبين هويته الشخصية وحياته العامة والمبحث الثاني في دلال إمامته وقيامه بأعبائها وكان من ثلاث مطالب دلال الإمامة الإمام السجاد وأحاديث الإمامة على لسان الإمام السجاد عليه السلام وكذلك قيامه بأعباء الإمامة أما في المقدمة فجاء فيها أن الإمام السجاد عليه السلام نموذج فريد من الإنسان الكامل والتاريخ حافل بالعلم والعمل والصبر والجهاد والورعي وكل الصفات الإنسانية التي لا توجد إلا في مثله ومثل آبائه الطاهرين وأبنائه البررة الذين اشتباهم الله تعالى حملة لعلمه وحفظة لسره وهداة لخلقه فهو الإمام ابن الإمام أبو الأئمة الذي عاش أصعب الظروف التي يمكن أن تمر على الإنسان فقد شهد مقتل كل أهله في معركة كربلاء التي استشهد فيها أهله أجمعين والتي كان شعار أعدائهم فيها لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقيا إلا أن أرادت الله تعالى أن تحفظ هذا الإمام من أجل استمرار الإمامة وأن لا تخلو الأرض من حجة وعاش بعدها ظروف الأسر والقهر والتقية الصارمة التي من المتوقع أن تحد من تحركاته إلى أقصى الحدود إلا أنه مع كل هذا قام بمهامه كإمام بأكمل وجه رغم الظروف القاهرة التي كانت تحت به فنراه يقيم حلقات الدرس والتبليغ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العلم رغم المنع الذي كان في حكم بن أمية ونراه يواجه الإنحرافات العقائدية التي نشأت في تلك الفترة ونراه يربي المجتمع الذي بدأت تنتشر فيه الإنحرافات العقائدية والأخلاقية ويربطهم بالله تعالى من خلال أدعيته التي تركها لنا إرثا عظيما متمثلة بالصحيفة السجادية والتي هي كنز من الكنوز التي حظيت بها الإنسانية لذا نرى الإمام السجاد عليه السلام قد قام بأعباء الإمامة وقام بدوره الكامل تجاه المجتمع رغم الظرف الاستثناء الذي كان يعيشه عليه السلام فكان هذا البحث المتواضع للتعرف على شخصيته من جانب وللبحث عن إمامته وأذلتها من جانب آخر وعن مواقفه وأدواره في القيام بأعباء الإمامة وعن مرويات الإمامة في كلماته عليه السلام طبعا احتجت في هذا البحث أن أحاول حصل على 53 مصدر يعني عملت ب53 مصدر فيها قسم من هذا المصادر كانت مصادر سنية ومصادر شيعية وأغلبها من أمهات المصادر المبحث الأول على وجه السرعة من هو الإمام السجاد عليه السلام فمن مطلبين المطلب هويته الشخصية فتعرضت فيها إلى أولا نسبه الشريف وثانيا تاريخ ولادته حيث هناك أقوال في ولادته وصلت إلى سبعة أقوال مع تبني القول الصحيح وثالثا تسميته وقثبت لأن من سماه هو النبي صلى الله عليه وآله حيث ورد في أحد الأخبار عن جابر العنصاري قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحسين في حجره وهو يداعبه فقال يا جابر يولد له مولود اسمه علي إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم سيد العابدين ليقم سيد العابدين فيقوم ولده ثم يولد له ولد اسمه محمد فإن أدركته يا جابر فأقره مني السلام وبعد ذلك في النقطة الرابعة مررت على ألقابه عليه السلام حيث كانت ألقاب مشهورة منها السجاد وزين العابدين والثفنات وسيد العابدين والأمين والزكي إلى غيرها من الألقاب غير المشهورة لربما تصل إلى عشرة أخرى وخامسا في كناه وله مجموعة من الكنات والمبحث وسادسا في صفاته الجسدية حيث ذكرت المصادر التاريخية مناح عدة في صفاته والسابع في تاريخ ومكان استشهاده وهي أيضا على أقوال مختلفة بين الشيعة والسنة ذكرت المصادر تقريبا أربعة أقوال مع تبني القول الأشهر منها المطلب الثاني كان في حياته العائلية أيضا حيث مرت بنقاط أمه الجليلة ومن هي وما هو الخلاف فيها وأولاده حيث تبين أنه له من الأولاد عشرة وكذلك مجموعة من البنات وزوجاته أيضا وكان أغلب زوجاته من أم الولد وأخوته وأخواته والخامس الذين عاصرهم الإمام السجاد عليه السلام حيث عاصر مجموعة من بني أمية كمعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان والوليد بن الحكم كما عاصر مجموعة من أشد العتات منهم الحجاج بن يوسف الثقبي وعبيد الله بن زياد وهشام بن سماعيل الذي كان والياً على المدينة ومن الأئمة عاصر الإمام علي عليه السلام والحسن والحسين والباقر أما المبحث الثاني فهو في دلائل إمامته عليه السلام وقيامه بأعبائها وهو من ثلاث مطالب أولاً دلائل إمامة الإمام السجاد عليه السلام والمطلب الثاني في أحاديث الإمامة على لسان الإمام السجاد عليه السلام والثالث هو قيامه بأعباء الإمامة من خلال الرد على الانحرافات العقائدية في ذلك الزمن فأولاً دلائل إمامته كانت هناك مجموعة من النصوص على إمامته وكذلك هناك إخباراته عن المغيبات حيث أخبر عن كثير من المغيبات منها إخباره بمصير قتلت سيد الشهداء الحسين عليه السلام وإخبار الإمام عن كثير من الملاحم والفتنة التي تحققت بعده وإخباره بشهادة ولده الزيد وإخباره عن حكومة عمر بن عبد العزيز وإخباره عن حكومة العباسين وثانياً هناك نصوص على إمامته فنصوص كثيرة منها ما ورد على لسان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وما ورد على لسان أمير المؤمن عليه السلام وما ورد على لسان الإمام الحسين عليه السلام والدليل الثالث هو إمامته عند فرق الشيعة حيث استجمعت جميع القرائن على إمامته عند الإمامية الاثنى عشرية وعند الزيدية ونصوص عند الإسماعيلية والمطلب الآخر في تأهله للإمامة عند العامة فقد ردت هناك نصوص تدل على استحقاقه للإمامة عندهم وإن لم يعترفوا بهذا جهاراً منها مثلاً ما قاله الذهبي قال عنه في ترجمته السيد الإمام زين العابدين وكان له جلالة عجيبة وحق له ذلك فقد كان أهلاً للإمامة العظمى لشرفه وسعودده وعلمه وتألهه وكمال عقله كما ورد في سير أعلام النبلاء وهناك روايات أخرى ذكر منها الحافظ بن عساكر والابن المديني وغيره والمطلب الثاني من المبحث الثاني كان في أحاديث الإمامة على لسان الإمام السجاد حيث صدرت من الإمام السجاد مجموعة من الروايات والعبارات التي تدل على إمامته وإمامة آباه وأبنائه منها مثلاً على نحو السرعة قوله عليه السلام نحن أبواب الله ونحن الصراط المستقيم ونحن عيبة علمه ونحن تراجمة وحيه ونحن أركان توحيده ونحن مواضع سره كما ورد عليه السلام نحن الفلك الجارية في اللجج يأمن من ركبها ويغرق من تركها وأن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق من يحبنا وهم في أصلاب آبائهم فلا يقدرون على ترك ولايتنا لأن الله عز وجل جعل جبلتهم على ذلك وغيرها مما رواه مثلاً القندوزي وغيره المطلب الثالث يقيامه بعباء الإمامة وهو المبحث المهم طبعاً وإن كان الوقت لا يكفي فعلى نحو السرعة كان لابد من المرور على سيرته الشريفة أحتاج منكم دقيقة واحدة إن شاء الله فمن قيامه بعباء الإمامة أولاً هناك أدوار للإمام السجاد عليه السلام فمن أدواره مثلاً هو تأسيس الحركة العلمية وكان له حلقات درس لطلبة العلوم الدينية ومن ذلك انبثقت المدارس المختلفة وكان له مجالس علم كما مر فيها يعني كما يوجد هذا النص طبعاً لطوله لا أستطيع أن أقرأه لكن مثلاً يقول إن القراءة كانوا لا يخرجون إلى مكة حتى يخرج علي بن الحسين فخرج وخرجنا معه الفراكب وغير ذلك والدور الثاني هو دور الإمام عليه السلام في تربية المجتمع حيث حصلت هناك انحرافات بسبب توسع الدولة الإسلامية بسبب الفتوحات الإسلامية وكذلك بسبب البحبوحة الاقتصادية التي حدثت بسبب ذلك فكان هناك انحرافات عقائدية ومنها ظهور المرجئة وظهور المفوضة والمجسمة وغير ذلك الدور الثالث هو نشر الإسلام في أرجاء الأرض بصورة غير مباشرة عن طريق تربيته لعبيده عن طريق الدعاء وبعد ذلك تحريرهم ونشرهم في بقاع الأرض لنشر الإسلام المحمدي الأصيل والدور الرابع هو التذكير الدائم بثورة الإمام الحسين عليه السلام حيث كان الإمام يستثمر أي فرصة لكي يوضح مأساة كربلاء وما حدث فيها ثانياً مواجهته للانحرافات العقائدية حيث تصدى الإمام عليه السلام لهذه الانحرافات ويوجد مسألة مهمة أريد أن أنوح عنها هو أنه كان هناك انحراف مقصود من قبل بني أمية حكام بني أمية فبسبب سيطرة عبد الله بن الزبير على مكة واعتصامه فيها لمدة تقريباً عشر سنوات ولعدم رغبة عبد الملك بن مروان بالسماح بالتسيير قوافل الحجاج من الشام ومصر إلى الحجاز ومن أجل عدم اختلاط حجاج الشام مع مصر وباقي الحجيج مع حجاج أهل الحجاز فقام بدعوة أن يجعل الحج إلى بيت المقدس لذلك اهتم ببناء بيت المقدس كما في أحد النصوص فالإمام تصدى لهذا الموضوع بحزم حيث بدأ يبين خطة بني أمية في هذا الموضوع لذلك كان كتطبيق عملي كان يذهب إلى الحج ماشياً وكان يتقصد أن تكون بقوافل متعددة وكذلك كان في الطريق يبين ببعض الروايات وبعض الأحاديث الشريفة ما لمنزلة حج بيت الله الحرام وأن الحج هو في خصوص بيت الله لا إلى غيره أسأل الله سبحانه وتعالى قبول الأعمال مننا ومنكم جميعاً وأن يستمر هذا المؤتمر بنسخ أخرى بدوام التوفيق للجميع والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهر جزاك الله خير الجزاء صلى الله على محمد شكراً أبوالفضل عباس عليه السلام شكراً أنا أبدأ بما ختم به السؤالي سماحت الشيخ الكركوشي حفظه الله يعني أنا افتهمت من عنوان البحث أن هناك مجموعة من الأدلة والروايات والأخبار التي ستورد لإثبات الإمامة وإمام السجاد عليه السلام لكن في حقيقة الأمر لم نجد أي شيء من ذلك أو لم أسمع ما طرحه فضيلته شكراً شكراً